حال الكثير من الطلبة عبر مختلف جامعات الوطن منذ بداية الحراكة إضرابات عشوائية وعدم الالتحاق بمقاعد الدراسة يرسم مستقبلا مجهولا لطلبة مستقبل الطلبة على كف عفريت فيما يخص دراسة تحهم ومستقبلهم خصوصا وأنه ستنفجر الجامعة عن الموسم القادم على التحاق طلبة الجدد وهذا يضعنا أمام مأزق كبير وبالتالي على الطلبة أن يتحلوا بروح المسؤولية وضبط النفس هناك يوم واحد للتعبير عن رأيهم هو يوم الثلاثاء كان الكثير من الجامعات عقدت جمعية عمل النظر في فحوة هذا الإضراب نوعا ما بدأ بعض الوعي تدريجيا حول خطورة الوضع إجراء امتحانة في توارخ متأخرة يرى فيها البعض حلا لتفادي شبح السنة البيضاء كم له نحن رانا في الحراكة ديانا ونحن رانا نكمله فيه وسنة بيضاء بإذن الله إن شاء الله ما تكونش ما مديرونا سنة بيضاء نحن نخرجوه ونقفوه بش ما تكون سنة بيضاء بدورها اكتفت الوزارة الوصية عبر صفحتها على الفيسبوك بتوضيح رزنامة الامتحانة أنها من صلاحيات المجالس العلمية واللجان البداغوجية لكل جامعة رافضة تقديم لنا أي توضيحات أخرى وضع يجعل الطالب يلبس ثوبين المسؤول والضحية فأي مصير ينتظر الموسم الجامعي؟